اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس شديد في دروس كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى قال الإمام فصل الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا الذكر يكون بالقلب أن تراقب بقلبك معنى سبحان الله يعني أنك تنزه الله تعالى قلبك ينزه الله تعالى عن كل نقص الذكر يكون بالقلب وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي خير الذكر الخفي الخفي هو الذي لا يخبر به أحد إلا الله فهو ذكر القلب وجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الذكر الذي لا تسمعه الحفظ خير من الذكر الذي تسمعه الحفظ الذي لا تسمعه الحفظ وذكر القلب أن تجعل قلبك مع كل حركة من حركاته مع كل انقباضة من قباضاته مع كل نبضة من نبضاته يقول الله 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 من دون تحريك لسان وإنك تجد مشقة في ذلك إذ لم يعتد قلبك قبل الآن أن يفعل لكن تبدأ هذا الأمر بالتكلف مرة فمرة مرة فمرة مرة فمرة تشاهد بأن قلبك بدأ يتحرك وبدأ هو يقول الله 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 بالضبط مثل اللي عنده مولدة اللي بتشتغل على الحبلة إذا بده يشعلها بيحرك الحبلة أول مرة ما بتدور بيحرك الحبلة تاني مرة ما بتدور بيحرك الحبلة تالت مرة ما بتدور بيحرك الحبلة رابع مرة بتقوم بالدور تقريبا القلب هيك أول شيء أنت تطلب إليه أن يقول الله الله فيغفل ويلتفت وينشغل ثم تطلب مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة بعدين في مرة ما تلاقي غير أقلع القلب ودار المحرك وصار ينطق بسم الله تعالى فالذكر قال الإمام النووي يكون بالقلب ويكون باللسان ذكر اللسان أسهل يعني واحد جالس يقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر استغفر الله ذكر اللسان سهل حتى الطفل يستطيعه بالذكر القلب أصعب يحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى مغالبة للنفس مرة فمرة لكن إذا اشتغل القلب بالذكر بعد هذا انطلق في الإقبال على الله تعالى والأصل في الذكر أن يكون في القلب ألا إذا واحد بيننا يقرأ القرآن الكريم بلسانه من دون أن يستجمع قلبه على معاني القرآن فائدته ضعيفة لكن إذا استجمع قلبه على معنى الآية الكريمة تلاقي آية واحدة تبكيه طيلة الليل تلاقي آية واحدة توقفه يقف معها طيلة الأسبوع سبب أن القلب هو الذي فهم عن الله تعالى أوامره ذلك يتأثر والأصل في الإنسان هو قلبه أكثر من تسعين آية في القرآن الكريم تتحدث عن القلب وأفضل دواء للقلب إنما هو ذكر الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد العوام مرات عندهم كريمات توافق الحقيقة بيقول لك حاسس قلبي مفحم مفحم هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد مصبوط هو قلبه مفحم من شو بتفحم القلب من الذنوب والمعاصي من دون توبة من الإغراق في الشهوات المباحات من صحبة مرضى القلوب ونحن تلاقي القلب بتفحم نسأل الله السلام طيلة نهاره بخالط هذا إنسان بعيد من هون كذاب وهذا إنسان ينظر إلى الحرام وهذا إنسان مرتشي وهذا إنسان تارك للصلاة وهذا إنسان عاقلي والدي وهذا إنسان فمخالطة هؤلاء الناس تؤثر في القلوب هلأ اللي بيسبح سباحة إنقاذ هو عم ينقذ الناس الغرقة يؤذونهم لأنه الغريق عنده يلاقي طريقة يتعلق بأي شخص ممكن يتمسك فيه هيك يخرمش له وشه ممكن يشده من شعره لهذا المنقذ ممكن أن يضربه في قدمه إذا ما كان هذا المنقذ متقن للسباحة سباحة الإنقاذ إتقانا عاليا وخبيرا بالتعامل مع هذه الأمور ممكن يغرق مع الغرقة هلأ المسلم لما بيخالط والسالك إلى الله عز وجل لما بيخالط من هم يغرقون في المعاصي يخشى عليه إذا لم تكن له وصل بالله عالية أن يغرقوه حيثهم أما إذا القلب مشغول بالله تعالى يصير هو يستطيع أن يخرجهم مما هم فيه ما هو الباب لإتقان هذه الصلة مع حضرة الله تعالى بحيث إذا خالط الإنسان أهل المعاصي وأهل الريب وأهل الزيغ ما يتأثر إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها ذكر الله كثرة ذكر الله تعالى تصير أنت بتأثر وما بتتأثر يصير قلبك الذي ينطق بإسم الله تعالى الله 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 مع كل خفقة الدم اللي عم يطلع من قلبك مقترن بإسم الله تعالى فيذهب الدم إلى يديك وتصير إيدك تذكر الله لأنه الدم اللي عم بيغزي هذه اليد مر على قلب ذاكر بمر على العين العين تذكر الله بمر على القدم القدم تذكر الله بمر على اللسان اللسان يذكر الله بمر على السمع السمع يذكر الله ولما بتصير عينك تذكر الله ما عدا بتستطيع أن تنظر إلى الحرام ولما بيصير سمعك يذكر الله بعد بيقدر سمعك ينشغل بالغيبة والنميمة تشعر بتجعك إدنك يعني إذا واحد حكى قدامه غيبة بتجعك وجعا حقيقيا السبب أن هذه الأذن مر عليها دم يذكر الله تعالى خرجها من قلب ذاكرا لله تعالى بس بعيد من هون إذا القلب غافل بتصير الإدن بتحب بتحب مجالس الغيبة بتصير العين تحب النظر إلى الحرام لأنه عين مملوء بالغفلة الدم الذي جاءها مملوء بالغفلة القلب الذي انطلق منه هذا الدم مملوء بالغفلة فلذلك تختلط عليها الأذواق والأطعمة نعم الإنسان الذواق فورا بيبامع الحليب التازى من الحليب البيت يلي أقل رتبة في الذوق يعني إذا ما انتزع الحليب وبان شيلون هيك عليه راح البياض طبع وباين له شيلون أو فارط ما بيقدر يكتشف وبعيد من هون في مخلوقات لو الحليب كان فارط ومعفن بتاكله وما بتشعرش السبب لأنه ما عندها يعني حاسة الذوق عندها مضروبة بس لما بيكون حاسة الذوق عندك سليمة بتصير بتميذ الطيب من الخبيث لما القلب بيصير ذاكر بيصير يؤليمه الخبث ما بيقدر سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه شرب مرة كأس حليب كان عنده خادم يرسله في جمع المال وهذا الخادم بيجب له الأغراض وأبو بكر بيسأله كلما جب له منين هدون شو شتريت شو جبت شو أبضت يوم من الأيام جاب حليب لسيدنا أبو بكر أبو بكر ما سأله شرب من الحليب لما شرب أبو بكر شعر بشيء شعر مو بلسانه الحليب باللسان ما في شيء تازم بس شعر بقلبه القلب الذاكر بشعر قال له منين هالحليبات قال له كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة فوعدني فمررت عليه اليوم فأعطاني اللبن يعني منين هدون اللبنات هدون بدأ الواحد من الجيم بزمناته هذا الخادم نجم له لهذا الزلم قال له خلاص دي أعطيك مكافأة فأعطان مكافأة الحليبات شو حكم التنجيم شو حكم قراءة الكف شو حكم قراءة الأبراج شو حكم الذهاب إلى الكهان شو حكم الذهاب إلى المنجمين شو حكم أعطيني اسمك وأسم أمك واسم هي اللي بدأك تخطبها واسم أمها لشف لك برجك بيطبق على برجة تاني يوم بيجي بيقول له لا تتجوزها لأنه برجك ناري وبرجة مائي ما حتتفقوا أوف شو نعرفت شو نعرفت أنه فلان هذا من علم الغيب يعني ماذا سيحدث بالمستقبل شو نعرفت قال بالأبراج أنا دارس الأبراج والأبراج هي بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم مطرنا بنوئي كذا هي كانوا يقولوا كانوا يقولوا برج العقرب انتأل لبرج ما بعرف شو فنزلت المطر لا يقول أحدكم مطرنا بنوئي كذا ولكن ليقل مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته بقى قراءة الأبراج من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم نفس الشي ضرب الودع ونفس الشي قرأة الفنجان ونفس الشي قرأة الكف تعرفون هدون بيطبوا الفنجان يكتب على الأهوة بعدين ذاك اليوم والله اتصل فيني واحد يعني عنده مشروع قال لي أستاذ والله أنا ان شاء الله بدي يغيره هذا المشروع قلت له ليش قال لي والله أرولي بالفنجان آل ممنيح يا الله طيب الفنجان الأهوة يطلع المشروع اللي بدأ يساويه لاحقا ومسدق وحي ترك المشروع كمان سيدنا أبو بكر هذا الخادم قال له تكهنت في الجاهلية بكهانة فوعدني فمررت عليه اليوم فأعطاني فالحليبات إن إن إجريت قراءة الأبراج طبعا هذا ما الحرم أبو بكر شو عرفوا أن الحليبات فيهم شي شعر شعر إذا القلب حي بشعر وإذا القلب ما له حي ما بشعر حلال حرام هات والله مرارا يا أخوان ما جاءني من يقول لي مثل سيدنا أبو بكر موجود الآن موجود أناس يستشعرون ما حل وما حر موجود أناس قلوبهم حية والله مرارا يا أخوان ما جاءني شباب وحيانا الرجال وحيانا تتصل أخوات يخشى في مسألة جرت معه قبل شهر قبل شهرين قبل سنة إنه أستاذ والله أنا خايف يكون في شيء من الحرام ما لي مرتاح هلا أنا لما بيسألني السؤال وأطلع بيكون حلال بس بيقول لي أستاذ أنا ما كتير مرتاح الموضوع ومرأة بيكون فعلا حرام شو اللي عرفه حرام هو ما بيعرف الجواب هو عم يسألني لكن قلب المؤمن لأنه حي بذكر الله القلب الذاكر بنبهك بنبهك فسيدنا أبو بكر أخرج ما شربه من هذا الحليب تقايا قال اللهم لا تآخذني بما امتصته العروق فالقلب الذاكر بيصير بيفرق بين الحلال والحرام والأذن الذاكرة بتصير بتفرق بين الكلام الذي يرضي الله والكلام الذي لا يرضي الله بيشعر المؤمن بيشعر بيقول لك وجعني قلبي ما لي قدران أكمل القعدة بدي أمشي شايف أنت لما بتصير قلبك ذاكر بتصير كل أعضائك تذكر أعضائك جميعا تذكر الله عز وجل وبتصير الله بيحفظك من أن تتعرض لحرام الذكر يكون بالقلب كيف كيف أنا يا أخوان بدي يصير هيك كيف تصير إيدي ما تقدر تمتد إلى الحرام ما بتقدر المؤمن مو ما بيفعل الحرام ما بيقدر يعجز عن الحرام كيف تصير قدمي ما بتقدر تخطو إلى الحرام كيف يصير سمعي يتألم من الحرام كيف تصير عيني لا تنظر إلى الحرام بالمقابل لما بينظر إلى الطاعات لما بينظر إلى الخيرات كل سعادة عينه في ذلك كيف يصير هيك بدك قلب ذاكر كيف القلب ذاكر بده تدريب كل يوم أجري على قلبك اسم الله تعالى الأعظم الله 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 مع التكرار مع التكرار مع التكرار ما بتلاقي غير قلبك اشتغل بالذكر الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان يقول الإمام النووي والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا لأنه بيكون في أعضاء أكثر اشتغلت بالذكر يعني إذا قلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فلسانك ينطق وقلبك يستحضر معاني أستغفر الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لسانك ينطق وقلبك يستحضر معاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لسانك ينطق وقلبك يستحضر هذه المعاني قال فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل إذا ما كان ملتنين أفضل شيء القلب واللسان إذا ما جمعت بينهما فالقلب ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان قال ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء يقول لك أخي أنا ما بدي أسبح أدامكم ولا تقوله أنه ها عمل حاله منيح ولا ما يجي يقولوا والله هذا تشوف ما شاء الله إله أوراد من الذكر أخي أنا ما بدي أدام الناس أعود عندي ورد أنا بس ما بدي أدام الناس أقرأ وردي طالع معرفاتي رحلي خلاص ديع أمرون الحالي أنا مثلون ما بدي يعرفوا أنه أنا إلي أوراد من الذكر بل ما يقولوا أنه أنا منيح بل ما يقع الرياء في قلبي يقول ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى أنت لو كنت مع رفاءتك لو كنت مع أخواتك لو كنت مع أهلك خلي وردك من الذكر قائم وبقلبك وبلسانك وإنت راقب وجه الله تعالى فيما تفعل لأن الناس بدون يقولوا عنك منيح بدون يقولوا عنك ممنيح بدون يقولوا عنك والله ذاكر بدون يقولوا عنك مذاكر فليقولوا ما شاء أنت التفت إلى الله عز وجل وابقى مع ذكر الله وها هنا مسألة مهمة أيها الأخوة أحيانا بعضنا مثلا له ورد من صلاة الضحى بيكون ببيت أقاربه في يوم من الأيام نايم عند أقاربه بأمه بيصلي الضحى وبينه وبين حاله حقيقة هو صادق في الأمر بيقول لك أنا ما بدي يعرفوني أنه أنا إلي هالأوراد تبعي خلاص بلما يعني أصاب بالرياء أخي أنا ما بدي أجي على الجامع أعود معكم بمجلس الذكر بلما أصاب بالرياء أنا ما بدي أصلي قيام الليل قدامكم بلما يعني صير مرائي الشيطان مرات يدخل على أحدنا هل هذا التصرف صحيح الجواب لا غير صحيح إذا كنت في بيت أقاربك ولك ورد من ذكر الله تعالى فقم بذكر الله تعالى كما هو المعتاد عندك وإذا إلا كورد من صلاة الضحى قم وصلي الضحى ولو قالوا عنك أنك صالح أو أنك غير صالح يعني ابقى على وردك كما أنت وحرر الوجه إلى حضرة الله تعالى في نفسك يقول ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله تعالى أن ترك العمل لأجل الناس رياء يعني الفضيل إذا أنت بتترك العمل مشان الناس ما يقولوا عنك منيح هذا هو الرياء لذلك أنت اعمل وليقول الناس ما شاءوا الفضيل يقول العمل لأجل الناس يشركون وترك العمل لأجل الناس رياء قرات واحدنا بيكون بالجامع يوم الجمعة هو وطالع بده يتصدق يعني يحط بالصندوق شيئا بيكون ماشي معه رفيقه أرايبه بينه وبين حاله بيقولها لا بل ما يقولوا عني أنه أنا منيح وبتصدق كثير يلا خلاص بعدين بتصدق أخي يكون لحالي بيقول ما بتصدق هذا هو الرياء هو بيكون خايف من الرياء أنه بل ما يعني يشوفوني أنه أنا عم بعمل هالشغلة أنت تصدق رأوك أو لم يروك لا إذا كنت لحالك ادفع لي وحدك بس كنت ماشي أنت وصديقك ماشي الحال كمان ضع في هذا الصندوق وحرر نيتك لله تعالى في قلبك بس لا تنتنع عن عمل صالح لكي لا يقال عنك بأنك مثلا صالح أو لأنك تخاف من الرياء قال بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله تعالى أن نترك العمل لأجل الناس رياء ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير بمعنى إذا أنا بكل شغلة بدي أقول لي أم شافوني ولي أم ما شافوني هذه شغلة طويلة وأنت معظم وقتك يعني لا تخلق من أنك موجود مع أهل أو مع أصدقاء أو مع عمال شو بدك توقف كل أعمالك أنت مشان هلأ ما يشوفوني أهلي هلأ ما يشوفوني رفقاتي وهلأ ما يشوفوني أجرائي وهلأ ما يشوفوني جيراني يعني ما عدت تعمل شيء من عمل الخير لو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين وليس هذا طريقة العارفين طريقة العارفين أن يعمل ويراقب ويحرر نيته لله تعالى وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء ذلك لأن بعض الصحابة كانوا إذا صلوا في المسجد كانوا يأتون إلى المسجد يصلون المسجد مفتوح في الليل والنهر فأحدهم يرفع صوته في الصلاة طيب يعني يقال عنه ألا يخشى من الرياء يعني ليش هلأ وايفه عم بيصلي طبعا الجامع عتمي ويصير أي داخل للمسجد كمان يسمع صوت مثلا سيدنا عمر طيب ألا يخشى على سيدنا عمر من الرياء يعني لو هيك خليها بالسر بشان ما حدا يدره في الدنيا عتمي لا في صوت ولا في صورة ما منعرف مين عم بيصلي لا بس سيدنا عمر يرفع صوته سيدنا أبو بكر يخفض صوته ما بنسمعه أكاد لا يسمع مر النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد فمر على عمر يرفع ومر على أبي بكر يخفض فقال يا عمر ليش ليش هيك ترفع صوته كثير قال يا رسول الله أوقظ الوسنان زواحد نعسان بفيه نعم وأطرد الشيطان جام ما يجي وسويس لهذا الشيطان أم برفع صوتي بالقرآن قال يا أبا بكر ليش تخفض صوته قال الذي أناجه يسمعني الله قريب كثير مني قال يا عمر أنت اخفض شيئا ويا أبا بكر أنت ارفع شيئا وأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا فأنت عليك أن تعمل لا ترفع لأجل الناس ولا تخفض لأجل الناس أنت اعمل ما هو مناسب وحرر نيتك لحضرة الله تعالى هذا فصل عقده الشيخ من أجل ذكر القلب وذكر اللسان وأن خير الذكر ما جمع القلب مع اللسان نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا ذاكرة وأن يجعل ألسنتنا شاكرة وأن يجعل أجسادنا مقبلة على الله تعالى بالطاعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين